مشاركة الجميع في الحكومة هذا خطأ كبير كل ما لم ينتج منذ 2003 عن نظام مشاركة الجميع في الحكومة إلا الفساد والدمار وغطيه وغطيه وهذا البؤس والفقر الذي يعاني منه العربية ها شتيدك ولذلك أنت كنت تقول وقد قالها غيرك أيضا يا سيد مقتدى السدر حاول أن تتفاهم ما الإطار وهناك مرونة المرونة التي يريدها الإطار هو أن يشتركوا بالحكومة ماكو خيار آخر وبذلك إذا جاء الإطار وحلفائه ستشتركون جميعكم بالحكومة ماكو خيار آخر هذا الذي يريد الإطار والحل تقبلون بهذا؟ نحن نعتقد أكو خيار آخر يمكن الإطار بعض أطراف الإطار فعليا لا ترغب أن تشترك في الحكومة ومثال أقول لحضرتك الجيل لا يريد أن يشترك بالحكومة المستقلين بعضهم لا يريدون أن يشتركوا بالحكومة جماعة تشرين بعضهم لا يريد أن يشترك بالحكومة وأنا على يقين والسيد عمار الحكيم لا يريد أن يشترك بالحكومة وربما السيد حيدر العبادي لا يريد أن يشترك بالحكومة وربما بعض أطراف الإطار لا تشترك بالحكومة ولكنها تريد ما يخالف خليني أولا بعض هناك أطراف ليس هدفها الاشتراك بالحكومة وإنما هي تريد أن تسمع من رئيس الوزراء وتريد أن تحصل على ضمانات بأمور أخرى سيد مشعان وأكشف ما يجري التفاوض علي أنا أقول لك ليس الهدف إشراك الجميع خليني أخدمك من يوم صارت المفاوضات بين الإطار والتيار على الهدعش وزارة إش قد إلك إش قد إني حتى هذه اللحظة هسنا نغشم أنفسنا يردون وزارات الناس يقول لك إحنا وجودنا خارج الحكومة غير منطقي تقبلون السيد الصدر ينطيهم وزارات ويشتركون بالحكومة أو تي 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 مثل ما رح تي جي تي نحن نؤمن نحن نؤمن في تحالف السيادة أننا مع حكومة أغلبية سياسية والحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا يؤمن ووجهة نظره أنه يجب أن نتبنى خيار حكومة الأغلبية السياسية وليست حكومة الجميع السيد مقتد الصدر في كل خطابات المعلنة وما يكتبه وما يتحدث به هو مع حكومة الأغلبية السياسية إذا نجحنا في ذلك فهذا يكون إنجاز عظيم إذا وصلنا إلى مرحلة من الإنسداد فإن الذين تسببوا بهذا الإنسداد وخذلوا مشروع إنقاذ وطن من أن نذهب في هذا الخيار على الشعب أن يتخذ منهم موقف وبهذه المرة ما ننجحنا في المرة القادمة ننجح يمكن بعد سنتين نسوي انتخابات يمكن بعد سنة يمكن بعد ثلاث سنوات لا نعرف ولكن أحيانا وفي دول كثيرة وأرجوك أن تتابع تجري الانتخابات خمس مرات تعاد لماذا؟ لأنها لم تتمكن لم تفرز الانتخابات أغلبية تمكن من تشكيل الحكومة فإحنا ما جايبين فرد قصة إحنا متبنين هذا الخيار ما قدرنا هالمرة نقدر بعد سنتين نقدر بعد أربع سنين كل شيء ترجمة نانسي قنقر